في احدى القرى بولاية مستغانم تسمى البلدة التابعة لبلدية بن عبد المالك رمضان تفشت ظاهرة الحرق بشكل كبير بما يقارب الربع مئة شاب يركبون قوارب الموت سنويا فشباب المنطقة لا يملك سوى فريق كرة القدم الذي كاد يتوقف عن النشاط بداية الموسم بسبب الأزمة المالية فلم يجد أبناء المنطقة سوى السيدة زوليخة زيتوني الهجرة الغير شرعية بزاف الناس بزاف لا يتموت الناس لا يتروح يخلوا والديهم عائلتهم يخلوا قريتهم قلت علش الله يعني هذا الجمعية خلتهم يقعدوا أنصرت الفريق خموا يلتحقوا بياه ويدروا لي نداء تجربة جديدة تخذها السيدة زيتوني في مجال كرة القدم وحققت نتائج مقبولة أوصلت الفريق إلى الدور الثاني والثلاثين من كأس الجمهورية من اللي بدينا رأنا في خمسة التعليمات حضرتهم من في بلدية صغار حضرت نكون معاهم الشوط الأول الشوط الثاني ومن كما المرة الماضية ربحت زوجه خارج الديار درت مع سيدي علي هذا فريق مليح درت معها النيل ودرهي وهزمتها وجيت هنا للكاس السيدة المقيمة في بلجيكا أكدت أنها تلقى كل الاحترام ولم يسبق أن تعرضت للشتم أو السب في الملعب تعرف على شلقة الاحترام لأنني بنت البلدة وهما بالنسبة لي هم أنا إنسان مميزة يديروا فيها ثيقانا يدير فيهم ثيقانا يحترموني ويبقى حلم السيدة زوليخة إنشاء أكاديمية للشبان على غرار تلك التي يمتلكها رئيس الفاف خير الدين زدشي خيان كلبكم لازوروبيان درت البنجامان الكاتاكيت راح عندي خمسين طفل صغير اللي نبغيه بزاف ما نكذفش عليك وراني نتبعه ونسمع لي بزاف حبيت زدشي دائما نفرحه لما نشوفه مرأة على رأس فريق رايحبة تعمل في التكوين وهذا الشيحنا على كل حال نشجعوها وبين محاربة الحرقة وتكوين الشبان رفعت السيدة زوليخة تحديا خاصا في محيط صعب كان حكرا على الرجال لسنوات طويلة شكرا على الرجال لسنوات طويلة